دراسة جديدة كشفت أن تدخين التبغ ضر جداً بصحة الإنسان طبعاً فيه أضرار كتيرة للتدخين من ضمن هذه الأضرار هو تضرر الجهاز المناع للشخص إضعاف مناعة الشخص المدخن ده ممكن يخليه طبعاً عرضة لمزيد من الأمراض والعدوى حتى لو بطل تدخين إيه حكاية بالضبط؟ خلينا نعرف تفاصيل هذه الدراسة من دكتور وائل صفوة استشاري البطنة ورئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين صباح الخير على حدك يا دكتور وبعد التحية يعني دراسات كتير جداً الحقيقة وعديدة من سنين كتير جداً تتكلم عن أضرار التدخين ويمكن علاقتها بسرطان الرئى لكن بالنسبة لهذه الدراسة إيه الجديد فيها يا فندا؟ طبعاً خيص جمانة وطبعاً سعيد دايماً أن أنا أشارك معاكم ونحاول أن نوصل معلومة للناس المصررة على أنها تأذي نفسها في تدخينها بالتأكيد الموضوع المشاكل اللي بتعملها التدخين بصفة عامة بيأثر على كل خلية من خلية الجسم يعني فعلاً من أول شعر أضغط لحد دورة أخر الرجل في مشاكلة الدورة الدموية بتيجي نتيجة النيكوتين نيكوتين خابر لواء الدموية وبيزود دروات القلب وطبعاً أولاً في زيب كربون مادة سامة برضو موجودة بتقلل الأكسجين فكل الخلايا بتتأثر طبعاً بشكل كبير موضوع المناعة ده بقى مؤلق جداً مهمة طبعاً جهاز التنفسي بيضعف وعشان كده مشاكل الانتهابات المشكلة اللي بتحصل بسبب مثلاً كورونا بسبب سلوانزة بتزيد طبعاً مع المدخنين وبالتأكيد طبعاً الزيب والحادات الأخرى التابل المسخة مسترمدة فيها برضو نيكوتين فبيبقى فيه نفس التأثير الحاجة المهمة الناس اللي عندها روماتويد اللي عندها زئبة حمراء اللي عندها مشاكل بقى لخبطة زي ما جولوا كده في جهاز المناعة برضو نفس الأمور بتزيد لأن الجينات الجينات اللي هي التكوين الأساسي بقى لكل خلية بتتأثر طبعاً وممكن يجب فيه الأقباطة والأدوية نفسها مستبعش جابة نفس النتيجة للشخص بياخدها المدخنين طب دكتور واقل الدراسة بتشير أنه حتى لو الشخص بطل تدخين فهيبقى برضو جهازه المناعي ضعيف إلى أي مدى دي حقيقة علمية والبعض يقول لا يعني فيه تحسن طبعاً لخلايا الجسم لما الشخص يبطل العدد السيئ دي عدد التدخين شكراً جزيلاً سيد محمد طبعاً وأنا بذكر استمامكم بهذه القضية دائماً بيبقى فيه طبعاً تعليقات ومتابعات لهذه الموضوع وبذكر فيه الأعجاب طبعاً 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 بيدخم تأثير للتدخين بيفضل سنوات وسنوات طبعاً بيبقى في تحسن دائماً حيث أقول تأكيد بعد ساعتين ضربات القلب ومنسبة حالات كتيرة جداً في الجسم تخرج وحتى من السوتيم في خلال أسبوع إنما التأثير بقى الدار بيضل لفترة طويلة حتى فيه أبحاث بتتكلم على إن الشخص اللي بيبطل تكسين ممكن يجيله سرطان رئة بعدما يكون بطل تكسين لأن خلاص بتبقى إرخالية تأثرت وتحورت ويمكن كان أشهر حاجة أو أشهر يعني مثال ده الفنان الجميل أحمد ذاكي برغم أنه كان يدخن كثيراً جداً برغم أنه بطل تكسين قبل سنتين أو ثلاثة جاله كنتر لانج الأودى بحياته وطاقتناه نفس القصة بقى في أي مشاكل أكيد فيه تحسن أكيد الزنيف تبقى أفضل لما الشخص يبطل بس بيبقى فيه عرضة برضو أكتر عن الشخص اللي مدخن شعاء والحاجة المهمة كمان الشخص اللي جان بحد بيدخن اللي هو المدخن السلبي برضو فيه مشاكل كثيرة جداً فيعني بنصح أي حد حوالي حد مدخن إنه ما يحاول يبتعد عنه قدر الإمكان وبنصح المدخن نفسه ما يعودش في مكان مأفول ويدخن لأنه بيبقى مدخن سلبي لتدخينه الأساسي وبرضو بعيد وقرر إنه هو مش التدخين السجائل فقط ولا الشيشة فقط إنما البيب والتبغي المسخن اللي تبقى على موضة دلوقتي تأثيراته رهيبة لأنه برضو فيه معادل وكي مواد سامة كثيرة جداً طيب دكتور خليني أرجع لنقطة لحضراتك ذكرتها إنه ممكن إنه فيه قبلية حتى إن أقلع المدخن عن التدخين برضو بيكون عنده قبلية أو عرضة حتى للإصابة بأمراض متعلقة بالتدخين بس ممكن هنا حد يقول طيب خلاص أنا مدخن يعني خلاص بقى اللي حصل حصل إيه الفايدة إن أنا أبطل تدخين لتك تاني على هذه النقطة إيه اللي بيحصل أو إيه التحصن اللي بيحصل في جسم الإنسان أو في جسم المدخن بعد ما يقلع عن التدخين برابا عليك أستاذ الجمان وطبعاً أغلب المدخنين اللي هو ما بيصدق بيقولك خلاص اللي حصل حصل والضرر هيحصل هيحصل بس بالتأكيد بعد ساعتين ضربات القلب بيتقل نسبة أول أصلي الكربون اللي أستبتلم عليها المادة السامة بتختاج تماماً بعد من 8-12 ساعة وعندنا هجهزة بتجيز هذا المادة السامة وكتير بيستخدمها حتى في العيادة علشان خاطر أجبت للشخص إنه هو جسمه وتخلط من المادة السامة الرهيبة اللي هي أكتر المادة السامة أنا شايفها طبعاً بعد ثلاث أيام إلى أسبوع تقريباً النكوتين بيخرج تماماً من الجسم وبعد شهر ضربات القلب والإجهال اللي بيحصل للقلب والرئة بتتحسن بنسبة 70 إلى 80% وكل يوم الشخص بتطورة دموية بتاعته السموم اللي موجودة في جسمه بتروح إنما المشكلة بتبقى في بعض الجينات الجينات بتتغير جين الاستعداد لأمراض الرئة جين الإدمان وجين طبعاً المشاكل اللي علاقها بالمناعة بتتأثر وعشان كده حتى الابن أو البنت اللي لسه لم تتد طريقة إلى الحياة أو لسه متولدش بتبقى لو الأب مدخن ولا الأم مدخنة بيبقوا هرضة لهذه المشكلة بالتأكيد بعد كم سنة كل الحبات اللي احنا بيقول عليها بتبقى تحسنة باش زيما بقول إنه هو بيبقى شخص هرضة أكتر عن غير المدخن إنما مش معناها إنه هو حيجيل ومشكلة بعد ما يبطل بالعكس أي يوم للشق بقيد عن التدخين أكيد حيبقى إضافة لعمره ولساخته ولحياته لأنه تصنف من سموم يومية عمالة فش الجسم نشكر حضرتك جزيلا شكر دكتور واقل صفة استشاري البطن ورئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين شكرا لحضرتك على كل هذه المعلومات والإضاحات